نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي نظمت فعالية لتوزيع صنضيق مواد غذائية وبطاطين على 500 أسرى من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وذلك بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف ضمن مبادرة شتاء دافئ يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقة وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التلموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذا حدت الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 من خطة التحالف الوطني للجمعات الأهلية منكمل النهاردة عمل قافل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية ضمن رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة النهاردة جايين بنوزع 500 صندوق مواد غزائية مع 500 بطنية في مبادرة شتاء دافئ